السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عمي الحف أهلا للا حنن للا تغليك عمي الحف بارك الله فيك بنتي أنا كالقرح في عمي الحف برغة الناس ديالك ومتذرهم لك أنا دار لك لا يرحم لك الوالدة الله يصلح شبابك بنتي ومتذرهم لك عمي الحف طبيب المهمين للحال الله يكتر خيرك ولا يقون تيالك الله بنتي حننن أنت يمهمومة كثير وش حل عمر ديالك حنن أربعة وثلاثين وهذا أدر عمر الشباب يكون في الإنسان كله قوة وحيوية ونشاط ويسعد من حولها أشترك بنتي أنا عمل حجم عقل في شهلية لا لا حال تعليك عقلت عليك بنتي وكان حاول غير نستجمع الصفة ديالك والصورة ديالك قطلك من الطفولة ديالي واني مع الجبه من الموما قطلك طفولة ديالي كانت حيات طفولة ديالي وستعصفي تارات الله أكبر جانيت عن سيود العين ولكن ما نشاليش مرة نشالي عيب شويتوب شوية قال والد من الزريبي يرحموك ومطلبك الحبيب وكان طرزك سدعي لما قال الزريبي والد من سبيتر ولكن ما جابش لله الحمد لله فقط مع ما فقط الوالد أخوتي تجوجود دار خوات تلقيت بوحديتي لا ما ما تحن علي لا والد يكون بيالا حبيبي والنسني غير الله سبحانه وتعالى عمي الحاجة حياتي اني كان نكون عيشتا ورعا كسواشي عمي الحاجة كان نكون نفسه ولكل لسنات شي حاجة شي بسسا ولا شي حاجة دات فقه فقص طالة شي حاجة كانت تخلع كذي بالله شي الباب كتفت حالية ولا شي حاجة وهذي حياتي عمي الحاجة حتى الحكومة هاملانا 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 شي بالنقل لو كانت عناكن عندي وحد داستكية وحد درجة مطلقتي عمي الحاجة لو كنت لقيت فين تعلم وفين قرأة بالنقل كيرانا فادي يا راسي كيراني خرجها من اللحيط مثال حياتي عايشة باللحيط كان شراب لما ونكون خبزة ديال حياة ديالي لو كنت لقيت فين قرأ وفين تعلم بالنقل كيراني خرجت بعد الخرج الوزود مثل هادي كذلك من دير شوية نخصر شوية من خرج الوزود من قاشفة في الحياة اللي انا فيها هذا اللي كانت ترزكة عمي الحاجة الى تدعي لنتين والمستمعين كهاملين يدعيوا معايا فعمي الحاج أخوات ديالي رامك يسلموا عليك ويقولوا لك ادعي لهم أخوات ديالي لا يرحم لك الوالدين عمي الحاجة كنت رجز العمي المسؤولين يشوفوا فينا لوجه الله يهملوا الناس سري أنا لم شعلي الحال كانت منا من خوتي اللي بحالي ما يعملونهم شي بحالي أنا يلقوا بعدا فين يفعلوا وفين يقرأ أنا كان شوفا عني حاج كنا وحاجة البنية عنده السم والله يهم الحاج بقاتفة صغيرة حياتها الوالد هذه الوالدين ديالك يخبرهم كنا كترى عظم صافي ولكن فين التألم وفين تقرأ نكي ناشي نكي ناشي هذه هي الحياة هنا ديال ديال ذاوي الحاج المكفوفين ومعاقين ما عندهم لا فين يقرأ ولا فين تعل موسى حاجة كسبقاتة تبقى حياتهم لما ترامكي شربوا الماء ويكلوا الخبيزة هذه هي الحياة ديالهم محبوثين بين الحيوط لا إله إلا الله لا إله إلا الله عمل الحاج كانت مناتنا لو قتيتي شجم أي حدايا نقرأ ومتعلم شميات القرآن عمل الحاج بكت نقرأ لك ديك صورات عيات لك فتتشغني واشدها بتها او لا لا وخى بنتي تفضلي الله يرحم لك الوالدين عمي الحاج يا رحم لا يفتح لك يا رب الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه السنة ولا نه له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشف عنده إلا بإبنه يعلموا ما بين أيديهم وخالفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما سأوسع كرسيهم سماوات الأرض ولا يؤدهم حمدهم وهو العلي العادي تبارك الله تبارك الله تبارك الله بنتي حنان مزيان ممتاز يعني الحاجة التي أمناك أيديك الدوع بيك التسبح اللي قالوا الرسوس اللي على سلم جوهريا أيه حيت نستمع عني الحاجة بغيت نحفظه إن شاء الله يا بنتي وخذوا يلقها الرسوس اللي على سلم قال فكتتذكر له وقالناها نزال على علم اللي خليتك لو قلت يعيه قلت في هذا الربعات الكلمات لو أزنت لك الحاسمات كثار من هذه الوقت اللي تشتغلت فيه بارك الله فيك بنت حنان شكرا لك شكرا لك ابنت حنان بارك الله فيك لا حول ولا قوة إلا بالله كما سمعتم أيها الأحباب الكرام هذه صرخة مدوية عاطفية مؤثرة من بنت من بناتنا نحن كنا في المغرب نحن كنا الحمد للأسرة واحدة والأولاد أولادنا والبنات بناتنا والأمهات أمهاتنا والآباء أباؤنا نحن كنا أسرة واحدة وهكذا أرسل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لنا المؤمن لأخه المؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وقال لنا كالجسم الواحد إذا اشتكى منه عضو تذاع له سائر الجسد بالسهر والحمى من لنسمعوا هذه الشابة وهي في وضعي صعبة وكتقول هذه النداء وكتقول هذه الصرخة أكيد أن كل واحد مننا عنده ضمير وعنده قلب وكان مسؤول في قطاع معين أنه سوف يعاهد الله تعالى على أنه يبدل المزيد من الجهد ويبدل المزيد من العمل لكي يقدم الخدمات الممكنة لأبناء وبنت شعبه لا حول ولا قوة إلا بالله بنت حنان كونك أنك معذبة هي الأصل أن الحياة كما خلقها الله تعالى هكذا لا بد أن نعتقد ونوقن بأن الحياة خلقها الله هكذا ربنا عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان في كبد ولقد خلقنا الإنسان في كبد ما معنى كبد؟ يعني في تعب ومشقع يعني ألم يصيب كبده الكبد هو الشدة هو المشقع كل الناس خلقوا في كبد وكل واحد عنده نصيبه من الأدى حتى بعض الناس دي ما كانت شوفهم أترياء وكانت شوفهم مسؤولون ووزراء وصفراء وعمال صاحب الجلالة واحد مجموعة للشخصيات ربما قد نعتقد بأنهم سعداء وأن كل شعد متوفر لا رأى كل واحد له نصيبه من الإبتلاء كل عنده مشقة في صحته كل عنده مشقة في أولاده كل عنده حساد وأعداء ينغصون عليه الحياة كل عنده وسوسة وخوف أن المنصب اللي في غدي زول كل واحد له نصيبه من التعب هي هكذا الحياة خلقها الله تعالى بحال الفقراء بحال الأغنية بحال العلماء بحال العوام بحال كل شيش كل فيتكن فيتنفذ الجميع هما المؤمنون الصالحون المخلصون لله وإلا فكل الناس سواء ولقد خلقنا الإنسان في كبد في كبد يعني تعبوا ومشقة فالإنسان كيستأنس وكيصبر علش باش ميداش الكبداء على هاد الدنيا هاد الدنيا فانية وغداغة تزول واللي بقدر عليها الكبداء كيبقى شد فيها يظن أنه فيها خالد وهو مودع فابنتي حنان هاد شي اللي يبقى لك وقدر من عند الله ربي سبحانه وتعالى بقدرته أنه أعطاك مراد ثم سلب منك البصر ثم بعد مدة الدين أخذ أمك وأباك هكذا وقع لخير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقى ما زال في بطن أمه هو ربي عز وجل غد يأمر الملائكة يمسكون روح أبيه الملائكة عجبات قالت يا ربنا هذا نبيك وصفيك وخليلك محمد لا زال في بطن أمه وأنت ستقبض روح والده فقال لهم الله تعالى أنا كافله أنا مربيه أنا أولى به من أمه وأبيه وفيما بعد غد يقبض الروح للأم دياله وكان سيدنا النبي الله عن دربع سنونس وجاءت الملائكة مأمورة لكي تقبض روح أمه الملائكة أشفقت قالت يا ربنا هذا نبيك وصفيك وخليلك سيصير يتيم الأم وسوف يصير فقير فقال الله تعالى أنا كافله أنا مربيه أنا أولى به من أمه وأبيه بنت حانا تاريخ البشرية في ناس أغنياء وفي ناس فقراء في ناس محضوظين وفي ناس تعساء وبؤساء أحيانا قد يكون ذاك الفقر وذاك المرض نعمة عظيمة لماذا؟ لأن الإنسان يصبح متواضع وغد على جنب جنب الحائط وخيف من ضل دياله ومتواضع مع الناس وبسيط في حياته هذه السلامة والعافية أحيانا قد يكون العكس إنسان يعطي الله المال والجاه والجمال يطغى إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى مثلا إنسان يعطاه الله السلطة يعطاه السلطة عظيمة وقال لي جرب السلطة غير يعرفها السلطة لا خطيرة لا سارطان راك يكون الإنسان عادي غدكة نومة مسؤول كبير يدخل الكبرياء والعجب إلا من رحم ربك والمال إش حامل واحد كان فقير على قد الحال مستور أعطى الله المال بزاف ويطغى وبدك يتجبر وإش حامل الفتاة أعطى الله الجمال شفت رصف في المرآة فكشفت عن زينتها وخرجت تستعرض بمتلكاتها والسير على هذا المنوال رأى أحيانا قد يكون الحرمان رحمة لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا الصالحون كانوا دائما يقلبوا على القلة الله يجعل البركة والله يخلف والله يسترنى غد تحت الحيط والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم عاش فقير وفي آخر عمره مع الفتوحات جاءت الأموال طائلة فكان يخاف منها وكان يقول دوما اللهم احشرني مع الفقراء لأن الفقير حسابه قليل أما الغني وخيك ملو حلل حسابه عسير غد يوقف غد يقولهم أوقفوهم ثم غد يقول لك من أين لك هذا يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ومن سئل الحساب عدب ها مجرد الحساب وخانت ما ديروا بحال غد في الطريق وصلك في أسط طريق وقفك لرجل الأمن أو الدركي وبدك يسول فيك السيارة لحلل ميكانيكية وانت زربان كي عطلك وكي يخد لك وقت وربما قد تتعب فهكذا من نقش الحساب عدب أما الفقير ما عنده نقاش لا دخش قليل عنده أحيانا قد يكون المرض والسقام والعلة نعمة والإسان لا يدري ألم يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبداً ابتله فإذا صبر اشتباه أنا ليحب الله ولكي أعطي البلاء يأطي المراض والسقام وكي أعطي الفقر وكي يكون دار مع الزمان أحبه الله ولكن بشرط حتى كلك يبتله الله تعالى يتمرد والعياد بالله يتمرد وكي عد ناثر وكي سب ويشتم وبغي يحرق الوطان ويحرق المجتمع وكي يقولك أنا حليف إبليس والطفان من بعدي هذا الله يسترنوى إياكم ما عنده لدين وفي ضياء لكن المؤمن إذا وقع له ابتلاء فصبر واحتسب فإنه يشتبع واش عرفت ابنتي حانان بأن الأولياء لدازف تاريخ وأرض المغربية أرض الأولياء قال عنها بأنها تنبت الأولياء كما ينبت الأرض الحطب أو تنبت الأرض الزرع لماذا صاروا أولياء إلى قلة التاريخ ديانهم والسيرة ديانهم كالقام ناس مسطاء بحانا بحانا لكن ميزتهم أن الله تعالى ابتلاهم ابتلاءات شديدة فصبروا واحتسبوا وكانوا يقولوا يا مرحبا يا مرحبا بما أتى الله تعالى فاشتباهم المولى إليه وصاروا من الأولياء وربنا قال في حقهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا خطاب أولي بيتابنتي حنان نستوعبه جميعا حتى نطمئن أولا ما كيش الضياء كل حاجة في الحياة لها سر وكل حاجة لها مقصد وربنا يتنزى في ملكه لكن هذا لا ينفي أن المسؤولين في هذا البلد الأمين عليهم أن يجتهدوا أكثر لخدمة هذه الفئة المستضعفة من الناس هناك فئات من الدول الإحتياجة الخاصة خصوصا في العالم القروي أو في المدن الصغيرة فهؤلاء يشعرون فعلا بالضياء إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصبر لكن بالمقابل أمر الله تعالى المسؤولين في كل قطاع أن يكونوا على قدر المسؤولية كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته وحبّد لو أن المسؤولين من الذين يبدوا يوضعوا المخططة ديالهم يبدوا دائما بالفئات الضعيفة يبدوا دائما بالفئات المعويسة لأن الفئات الغنية أو المتوسطة رأى قادرة على أنها تدبر شؤونها عندها من العلم ما يكفي وعندها من حسن التدبير والعقلانية ما يمكنها من الوصول إلى مآربها لكن الفئات المستضعفة إما ناس مرضى إما ناس معاقين إما ناس جوا في منطقة لهيما فيها لتنمية ولا اقتصاد لابد أن السياسة الحكومية تتجه نحو هؤلاء المطالب ديالحنان بسيطة تريد مدرسة تريد نادي نسوي تريد مكان للتعلم وللكسب لا ننكر بأن هذا الشيء الحمد لله موجود في بلدنا وإلا لا ينبغي أن ندر الرمادة في العيون ولا ينبغي أن نرسم الصورة سوداء لوطننا العزيز كما هو يحلو عند البعض الحمد لله بصدق ويقين وبدون مجملة لكن هناك جهود كبيرة وهناك مدارس وهناك أندية نسوية وهناك متابرة وتعب كبير ونجاح وتعلق بعض الجهات تعيش تخمى وعند الخير كثير وبعض الجهات عندناك شيء متوسط على قد الحال لكن بعض الجهات محرومة حرمان شديد وكأنها لا تعيش في القرن العشرين فهذه الفئة هادوء وهذه الجهات التي يسمهم المغرب الغير النافع المغرب الذي لا يذر ضرائب هذه الفئة هي الإخصاء لاتجاه من أجل الخدمة وحنا عدنا آمل كبير في التدبير الملكي السامي صاحب الجلال حفظه الله ورعاه في هذه الأيام نصب هذه اللجنة الجديدة لجنة النموذج التنموي الجديد أو النموذج التنموي المنشود وحد المجموعة كبيرة من أبناء الوطن في مختلف التخصصات العلمية وفي مختلف المشارب ومختلف التوجهات يعني واحد تنوع ثقافي لهوياب بحلقة وسخزح فيه ثقافة أنجلوسكسونية وتقافة فرنكفونية وتقافة عربية إسلامية وتقافة تكنولوجية وتقافة حقوقية وتقافة بيئية وتقافة اقتصادية وتقافة اجتماعية هذا شيء متنوع هذه اللجنة التي عينها صاحب الجلالة في هذه الأيام الأخيرة وسوف تعمل تطوعيا يعني بغير ميزانية ستعمل لأن كلها موظفة وخدمة في واحد قطاعات حيوية وكلهم عندهم الخير وكلهم يحبون الوطن بعضهم داخل أرض الوطن والبعض الآخر خارج أرض الوطن وأمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله كلفهم بأن يجتهدوا اجتهادا قويا ووسعا وسريعا لوضع تصور للنموذج التنموي المغربي لأننا الآن في علاقة وضعية لا نحسد عليها نحن في وضعية متردية وهذا ليس عيبا أن ننتقد أنفسنا نقدا بناءا ليس من أجل جلد الدات وإنما من أجل أن نتقدم خطوات إلى الأمام وسوف يكون بإذن الله فأسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد اللهم احفظ هذا البلد الأمين اللهم اجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء اللهم متع صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالصحة والعافية وتمام العافية وبطول العمر واجعل حوائج الناس تقضى على يديه خصوصا الفقراء والمساكين والشباب العاطنين ودو الإحتياجات الخاصة اللهم وفق المسؤولين في هذا البلد الأمين أن يكونوا جميعا كلمة واحدة وصفا واحدة ورأيا واحدة وأن يعملوا جديا وبتواصل للرفع من وطيرة التنية في هذا الوطن العزيز اللهم يا ربي فشاف مرضانا ومرض المسلمين اللهم شاف مرضانا ومرض المسلمين واغني الفقراء والمساكين اللهم اقضي الدين عن المدينين وفرج الهم عن المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين اللهم يا رحمن يا رحيم كما ذكرت وقولك الحق بلدة طيبة ورب غفور اغفر لنا زلاتنا واغفر لنا ذنوبنا واجعل بلدنا وسائر بلد المسلمين بلدة طيبة مباركة اللهم ابنتنا حنان وجميع من هم من دول احتجاد الخاصة وجميع المعذبين في الارض ممن يعانون ويكابدون الامرين اللهم كلهم وليا ونصيرا اللهم بحق قولك ولسوف يعطيك ربك فترضى اعطيهم من الخيرات والبركات ما انت به عليم اللهم فرج عنهم الهموم ونفس عنهم الكروب ببركة وسر الصلاة على مولانا رسول الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بامر الله ما ذاق امر الا فرجه الله ما ذاق امر الا فرجه الله ما ذاق امر الا فرجه الله أيها الأحباب صلوا كثيرا على مقام رسول الله فإن الله تعالى يفرج بها الهموم وينفس بها القروم ويقضي بها الديون اللهم فرج اللهم بارك اللهم أسعدنا ببركة الصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم